هنتعرف مع بعض على سر خلاف أم كلسوم ومحمد عبد الوهاب واللي وصل للصحافة تطلق عليهم لقب العدوين وإزاي كانت أم كلسوم بتحارب عبد الوهاب وإزاي اشتعلت نار الحرب بينهم وكيف فشل طلعت حرب في إصلاحهم وإزاي نجح جمال عبد الناصر أم كلسوم وعبد الوهاب اتعرفوا على بعض والتقوا لأول مرة في أحد بيوت الأسرياء ويدعم حمود باشا خيرت وهو جد عمر خيرت فغنوا مع بعض دويته لأحد أغاني سيد درويش بعد كده العشان بقى أخذ محمد عبد الوهاب وحب يقدم أغنية للست ومكلسوم لحنها وجهزها وادهالها رفضت إنها تغنيت صدم جدا منها فقرر إن هو اللي يغنيها ومن هنا بدأت العداوة والكراهية بينهم وطبعا الصحافة مش هتتوسع عشان تولع أجواء الخلاف بين الست وعبد الوهاب طبعا جرت عدة محاولات للجامعة بينهم والإصلاح بينهم ولكنها فشلت فأول محاولة كانت من الاقتصادي طلعت باشا حرب اللي هو أصلا أمر بتأسيس ستوديو مصر فأشار عليهم بعمل فيلم مشترك يجمعهم مع بعض من إنتاج ستوديو مصر واتفقوا ولكن أثناء التصوير اختلفوا حول مين يلحن الأغاني المشتركة بينهم اللي هي كانت دويته هات يعني فكل واحد فيهم لي رأيه وكلمته وما فيش تنازل من أي حد ففشلت المحاولة وما اكتملش الفيلم وفي أحد المواقف اللي زودت العداء بينهم إن أحمد رامي كتب أغنية خصوصا لعبد الوهاب اسمها صهران لوحدي وفعلا لحن عبد الوهاب جزء كبير منها ولكن أم كلسوم ضغطت على أحمد رامي علشان ياخد الأغنية منه ويديها لها ففعلا أحمد رامي المتيم بحب أم كلسوم سحب الأغنية من عبد الوهاب وإداها لأم كلسوم وفعلا غنتها وخلت السنباطي هو اللي لحنها وبعد كده عرض عبد الوهاب على أم كلسوم تقطوقة من ألحانه مبادرة منه يعني إنه هو ينهي الخلاص بينهم ولكنها برضو رفضت ولحنها بعد كده السنباطي وغنتها وتسجلت على استوانات جرامافون علاقة أم كلسوم وعبد الوهاب دي كانت عبارة عن علاقة زي القط والفار بالزبط فالمنافسة بينهم قوية جدا كل واحد لحفلاته لجمهوره وكل واحد لشخصية وطريقة في الغنى فكل واحد فيهم برضو مش عايز التاني يستحوز على الجمهور واللي بقى زود الطينة بلة بينهم هو فكرة إنشاء نقابة الموسيقيين سنة 1942 فالتنين برضو تخنقوا من يبقى هو النقيب هي خايفة يبقى النقيب للناس يقولوا إنه بيغني أحسن منها وهو كمان شاف النعيب تكون هي أنسة والنقيب عليه وأعلنت بعد كده أم كلسوم على الملاء الحرب والتحدي على عبد الوهاب وقالت أنا بتحدى عبد الوهاب كده بالنص وفيدل الخلاف مشتعل بينهم من تصريحات صحفية ومقالات لزعة كل واحد بيوجهها للتاني كأنها خناقات صحفية لحد ما جات صورة يوليو وخلافهم وصل لمجلس قيادة الصورة وانتشرت أخبار إن أم كلسوم مش عايزة تغني من ألحان عبد الوهاب فهما الاتنين ليهم شعبية وقعدة جماهرية عريضة فقدر عبد الناصر إنه هو ينهي الخلاف ده فأصدر أمر بإنه مكلسوم تغني أغنية من لحن عبد الوهاب فولدت أنت عمري سنة 1964 وحققت نجاح كبير جدا وفيدلوا يتعاونوا مع بعض ولحن عبد الوهاب للسته مكلسوم أكوى عشر أغاني في تاريخها الفني